الخبر الأول لي عدنا عن نارينو بيوتي مع العمليات التجميل اللي تريد تسويها في المستقبل في نارينو بيوتي نزلت على حسابها البلد انستقرام شوية اوزب الطواب الأمور انه قررت تسوي عشر الى نارينو بيوتي عملية التجميل ثانية لخشمها وشوية عمليات تجميل تبوتوكس وغيرها y decirko تضيفكم اوزبايها.. اوووووووووووووووووووووووو! لا كنت أعرف بأنه بهالفلتر اللي أنا مسيّفته عندي لذلك، أعتقد أن أجرب و أصبخ شعري ألوان و أضع عدسات و أعمل فلرز و أرجع أعمل عملية لأنفي و أعمل تيكساس و بوتوكس و كيف الشغلات بصراحة حبيت هذا كثير الخبار الثاني اللي عدنا عن مفاجآت اليوتيوبر فأول اليوتيوبر اللي هو نور مار فنور مار نزل على حسابه بالإنستغرام شوية تستوريات واللي أعلم بها أنه اليوم رح ينزل مقطع خرافي رهيب و طبعاً المقطع رح ينزل الساعة بالأربعة على قناة الأساسية فراحطوكم شوية تستوريات حجة بها شوفوها كيف كون؟ أعنام بقولكم أنه بي بكرة فيديو رهيب خرافي من الحركات بس جد بكرة فيديو رهيب خرافي من الحركات قصنا بلا بكرة فيديو رح تشوفو رح تطموه منه اليوم جزء و رح تحبوه كثير لدرجة كبيرة فخليكم بكرة جهزين على السعر وقناة الأساسية الجد كثير رهيب كثير وفكرة حلوة أما اليوتيوبر الثاني فهو بيسان إسماعيل فبيزان نزلت على حسابها بالإنستغرام شوية تستوريات تحمس بها المتابعين للمقطع رح تنزل اليوم و طبعاً من الصورة مصغرة وواضح أنه حيكون مقطع مرأب أو يكون مقلب ببيسان أنه مقلب الجن وهيج طبعاً المقطع سينزل الساعة بثمانية على قناة بيسان إسماعيل فاكتبونا يا حبايب بالكومنتات المقطع منه أنتم متحمسين أكثر الخبر الثالث اللي عدنا عن نورستار ووصول حسابها للإنستغرام للتسعة مليون متابع فإن شاء الله ألف مبروك ومافق شيء على العشرة مليون ولا تنزونا يا حبايب تباركو لها بالكومنتات الخبر الرابع اللي عدنا عن سيدرا بيوتي وأول صورة إلها بعد عملية التجميل وراد أحمد أبو الربو برهم فسدراً نزلت على حسابها بالإنستغرام هذا البوست واللي كان فيها صورتها واللي كاتب بيها وأخيراً هلق بيكم نشوفوا نتيجة أنفي بعد العملية وقلوا لي شو رأيكم وطبعاً هذه الصورة النشرة هيكتبونا شو رأيكم بيها أما بالنسبة لبرهم فبرهم كتبلها على الصورة الخشم للبيع طال أمرك وأحمد أبو الربهم كتبلها على نص الصورة ألف السلام السميرة الخبر الخامس اللي عدنا عن وسام تيكيت وقصف البيسان تيكيت فويسان نزل على حسابها بالإنستغرام هذه الأستوريات واللي أعلم بيها أنه اليوم رح ينزل مقطع من حلقة مأفل وحسب مكاتب إنه وسام القديم رجع وقصف بيسان طبعاً بالمزاح يعني يحطكم إيها شوفوه لما يكون الصباح جميل وينتزع صباحك الشمس وسطعت والجو جميل هذا اليوم واليوم في فقرة مأفل يا أطفال الخبر الى السريع لم تكنه سيسلاً بالمزاح الخبر المجرد الخبر العسرع اللي عدنا عن برهم المعراوي وتهديدة بسلخ آياتي وسكينة فبرهم نزل على حسابها بالإنستغرام هذا الالستوري واللي كان كاتب بي ساعدوني لنسلخ آياتي وسكينة وتون كاتب شو رأيكم بحتواهم إيجابياتهم وسلبياتهم فمن الوضع أنه سينزل المقطع وراح يسلخهم به وبس والله لو هنا وصلني هتلم المقطع أتماني مقطع جوكم لا تنسوا ان تضعوا الاعجاب و تشاركوا في القناة و تشاركوا في القناة و بس مع السلامة